رغم كونها أصواتاً اعتاد عليها الأوكرانيون على مدى ثمانية عشر يوماً إلا أن تلك الانفجارات التي لحقت دوية سفارات الإنذار في لفيف قد تشكل بداية التحول الأكبر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا غارة جوية نفذتها القوات الروسية على منطقة يافوريف العسكرية بالقرب من مدينة لفيف غربي البلاد خطورة الهجوم جاءت بسبب اقتراب القاعدة من أحدى الدول الأعضاء بحلف النيتو حيث تبعد القاعدة حوالي عشرين كيلو متراً من الحدود مع بولندا كما أنها استخدمت سابقاً كموقع للتدريبات العسكرية المشتركة مع حلف شمال الأطلسية السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل وإصابة العشرات جراء الهجوم اليوم تعرضت منطقة لفيف للهجوم لقد كانت غارة جوية بالصواريخ وبحسب المعلومات الأولية فقد أقلعت طائرات في ساراتوف في روسيا وشنت ضربة عبر إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخاً وزير الدفاع الأوكراني بدوره قال إن القاعدة كانت تضم مدربين أجانب يتبعنا مركزاً دولياً لحفظ السلام مضيفاً أن الوزارة ما زالت تحاول التأكد من وجود أي من المدربين في المركز وقت وقوع الهجوم وسائل إعلام روسية من جانبها نقلت عن الجيش الروسي أن القاعدة يعمل بها خبراء من حلف النيتو كما وصفها أحد المراسلين المرافقين للقوات الروسية بأنها بؤرة لمدربين تابعين لحلف النيتو منطقة يافوريفا العسكرية لا تكمن خطورتها فقط كونها الأكبر في القطاع الغربي من البلاد لكن الولايات المتحدة أرسلت إليها بانتظام منذ 2015 مدربين لتدريب الجيش الأوكراني ما يزيد المخاوف من احتمالية تساع دائرة الحرب واستدعوات من أوكرانيا للنيتو بغلق المجال الجوي للبلاد بعد القصف الروسي للقاعدة في لفيفا